يبقى فيه معينة تمام وضعية مناسبة للشيل استخدام عضلات الفخد في رفع البضائع استخدام كافي عدد أشخاص كافي طبعا لنقل البضائع وتقليل الويت في النقل الوحدة عشان يبقى طبعا نتلافق الإصابات وما إلى ذلك رقم خمسة يبقى احنا قلنا في رقم اربعة اخلي بالي من ايه او اعمل ايه في رقم خمسة اول حاجة يعني ما جيش فجأة كده ارافع الحاجة مرة واحدة او وانا ماشي فجأة اجري لانه بيحصل نوع من ايه يا جماعة تغيير الحمل المفاجئ ده ممكن يؤدي إلى استرس معين على الجهاز مثلا او العمود الفقري للإنسان او كده فبالتالي ما تعملش حركات مفاجئة او تغيير مفاجئ لسرعة الحركة بتاعتك دي برضو ايه نقطة مهمة انك انت ايه وانت شايل كده تبقى يعني كلمة جيركي موشن اللي هي حركات تشنجية يعني ما تنشنش كده وانت شايل الحاجة راحت لما يشي الحاجة لازم تبقى ريلاكسد تبقى ريلاكسد عشان كده بنقول ايه خليها في الحمل المناسب ان احنا بنرديوس الويت عارف لو انت زودت الويت زيادة عن اللزوم بتلاقي بيحصل تنشنة كده في العضلات عارفين يا جماعة حد فيكو بتفرج على مسابقات رفع الأسقال بتاعت الأولمبياد ولا حاجة تلاقي لما يخش يشي الحمل ازيد من وزنه او ازيد من اللي هو شايله في التمرين بتلاقي تبدأ عضلات ايده وعضلات جسمه تنفر كده منها العروق والدنيا بتبقى فيها قدر من التشنج تمام عشان يقدر يشيل الحمل العالي دوت فما تعملش ده عشان ايه اه ما تصابش وما تتقزيش يبقى الحركة التفددية دي اللي هي انك انت تروح وتيجي تروح وتيجي دي برضو حاجة مش صح وانت شايل الحمل خلاص يبقى حركات التفددية او المتكررة خلاص انت ماشي او بتتحرك يبقى ده هيخليك تتجنب الإصابات إنما الـ frequent and prolonged a movement دي مشكلة دي مشكلة خطيرة جدا انك تلف بوسطك او بجزءك الفؤاني بس دي مشكلة بتسبب يا جماعة اجهاد كبير جدا على العمود الفقري سبب اجهاد على العمود الفقري يبقى انت دلوقتي مثلا شايل حمل وبتعمل منولة بتدي الحد خلاص الحد ده على يمينك او على شمالك فبتروح لفف بوسطك بس او بجزءك العلوي بس مع الحمل التقيل ده يا جماعة يحصل ايه في فقرات الظهر يحصل لها collapse مشكلة خطيرة جدا يبقى انت تلف برجليك او بجسمك كله يعني تلف بجسمك كله including النصف العلوي والنصف السوفلي يبقى لا تحرك نصفك العلوي فقط او لا تتويست يعني او انك تلفف نصفك العلوي فقط ده مشكلة خطيرة جدا slippery floor ارض منزلقة لو انت ماشي على ارض منزلقة والحمل تقيل 100% هيحصل ممكن اصابة او زحلقة ولو طبعا حد شايل حمل وتزحلق ووقع ووقع عليه الحمل دوت هتبقى مشكلة خطيرة جدا واصابة جسيمة يبقى لا تمثق او لا تحدث حركات مفاجأة او تغيير مفاجئ في السرعة ما تتشنجش ما تعودش تعمل حركات ترددية كتير لا امشي بفكسد موفمنت معينة ما تلفش الجزع العلوي او جزءك العلوي فقط عشان تعمل عملية منولة للبضائع اللي انت بتنقلها ما تمشيش على ارض منزلقة او مزحلقة عشان ما يحصلش ايه انجريز واصابات للشخص ده دي كانت الامبروبر براكسيز في عملية المانوال هانلينج اوبريشن بقى موضوع مهم برضو موضوع المانوال هانلينج اوبريشن خدنا فيه بعض كده الكي ليرنينج بوينس وبعض المهارات التي لا يجب ان احافظ عليها اثناء هذه الاوبريشن وبعض البراكسيز التي يجب الا اقترب منها في الايه يا جماعة في تلك الاوبريشن تعالى نضح لموضوع اخير بقى النهاردة موضوع مش هيخد ان شاء الله وقت طويل موضوع اسمه الويلدينج سيفتي الويلدينج سيفتي زي ما نشايفين الراجل ده بيعمل ايه يا جماعة بيعمل بيقطع الحديد او بيلحم الحديد فبيلحموا بمكانة اللحام دي مكانة دي بتبقى مكانة بيئمة لحام الاكسوجين بيئمة بيلحم بالاكسوجين زي ما نشايفين واخد اهو من قنبوة اكسوجين واخد النوزل بتاعته اهيه بيلحم بالاكسوجين يئمة لحام الكهرباء لحام الكهرباء اللي هو انه يقرب توالكتروز من بعض اوي فيكسر الهوى اللي ما بينهم فيعمل سبارك سبارك دي طبعا تسخن الحديد تلحمه في بعضه تمام العمليات دي خطيرة جدا يا جماعة العمليات دي خطيرة جدا جدا عمليات اللحام او عمليات القطع اتنين تعامل مع الحديد الحدادة دي مهنة صعبة جدا يا جماعة يعني الحقيقة انا لسه الحامل كام يوم كده كنت بعمل يعني حاجة عندي في البيت يعني حاجة حديد يعني فروحت الورشة بتاعت الحدادة فلقيت الراجل بيقطع الحديد طبعا تعرفينه ما بيقطع بالساروخ بيتطاير شرار كبير جدا او يعني كثيف جدا يمين وشمال وما بتلحم بيجيب طبعا الجزء الحديد ويحطه ويقعد يسخن بالسامل بشبوري تمام اللي هو مثلا بالاكسوجين او بالكهرباء حاجة من اتنين يدايا ده فبيسيح الحديد يقوم لحم حاجة في حاجة تمام عايز اقول لكم هذا العامل بيشتغل بدون اي غطاء لوجهه وما تسأله وسألته الحقيقة طبعا بتقوله يعني انت ازاي بتشتغل كده من غير اي غطاء الوش يعني مفروض بيبقى فيه حاجة اللي هي القناع او حاجة زجاجية عشان ما فيش حاجة تطير الا كان متعود على كده وما بعرفش اشتغل غير كده طبعا انا ايه ما يعني خلاص ما يعني ما اتكلمتش بقى معاه خلاص لانه يعني هو عنده معلومة خاطئة او عنده وانا يعني الحقيقة يعني ايه قلت له يا المفروض يعني انا صحته بس يعني بما ايه ما يعني ما طولتش قوي في النصيحة لكن الحقيقة يا جماعة ده ممارسة خطيئة جدا خطيئة جدا جدا ان كده تشتغل بعملية اللحام الكهرابي او عملية قطع الحديد بدون اه سيفتي ماسك مشكلة خطيئة جدا خلاص وللأسف كثير من العاملين ما بيلتزموش بها فبنقول ايه بقى عملية قطع بالفليم او جاز ويلدينج شلقتين مبدأين لازم يكون عمره زي ما قلنا 18 سنة وعايز اقول لكم ان نص اللي بيشتغلوا السبيان بتوع الورش كلهم شكلهم لا يزيد عن 14-15 سنة فبرضو لأسف الشديد احنا عندنا قصور في حتة السيفتي في ورش الحدادة الورش الخاصة انه طبعا من المتكلم على الصناعة الموضوع ده بيختلف تماما ما ينفعش حد في الصناعة يكون اصغر من 18 سنة لازم يكون مؤهل لازم يكون معاهي سيفتي لازم يلتزم بالسيفتي إنما الممارسات الخاطئة دي ممكن نلاقيها في الورش الخاصة زي ما انا بقولك انا لسه شايفها من يومين تلاتة كنت بعمل حاجة شخصية انا ليا انا فلازم يكون عند 18 سنة ولازم يكون معاه الممارسات الامنة في عملية الجاز ويلدينج الجاز سيلندرد شود بي لازم انا بيبقى الاكسوجين دي تبقى خلاص يبقى لازم هذه الانبيب يا جماعة يعني تبقى فيها وسائل حماية ضد ايه انه مثلا يحصل ان الغاز بتاعي ما يخرجش او يرجع للانبوبة يعني لازم يبقى مؤمن انه فلو بمعدل معين ما يزيدش ما يقلش يعني ما يحصلش اي ديستيربنس في معدل تدفق الغاز دوت use screen تو افوايد سكرين دلي هي القناع الواقي الشاشة الواقية اللي هيتحط قدام العين تمام تو افوايد سباركس عشان تو افوايد ايه الشرار اللي طالع من عملية القطع تمام from injuring others وسكرين طبعا يعني سكرين ليه انا تمام وكمان للاخرين يعني العملية دي تتم بعيدا عن الاشخاص يبقى فيه حاجز او حائل يمنع تطاير الشرار ده على الناس اللي ايه اللي حواليه keep the gas lenders upright يعني ايه يعني ايه يعني مستوية لأعلى او وقفة لأعلى يبقى انبوبة الاكسوجين يا جماعة او انبوبة اللحام لازم تبقى upright زي كده زي ما هي مرسومة في الصورة كده ما ينفعش تبقى الانبوبة نيمة على الارض ما ينفعش تبقى الانبوبة نيمة على الارض او ميلة تمام لازم تبقى الانبوبة كده ايه رأسية لازم تبقى رأسية على الارض او عمودية او عمودية سوريا قاسف يعني عمودية على مستوى الارض يبقى دي ممارسات هامة جدا في الجاز ويلدينج طيب قبل ما تقطع عمودية القطع بقى ما تيجي تقطع الحديد نقطة برضو مهمة يعني قبل ما تقدع عمودية قطع المواسير الحديد زي كده ما تجيب مسلا حد يسباك مسلا عندنا مسلا ايه مصورة حديد ولا حاجة قديمة فبنعملها مسلا بمواسير او حاجة او مسلا جزء معين بنعمله الحاجة بتلاقيه اول حاجة قطع الحديد ده بيجيب السلوخ بقى ويقوم او بيعمل تسخين بيسخن وبي ايه بيقطع بالفليم كاتينج تمام لازم اول حاجة وانت بتقطع لو في بقايا جوه الانبوبة يحصلها تطاير ممكن تطير ممكن يبقى في حاجات خشنة ممكن يبقى في عندي رمل ممكن يكون في حاجات لو تطايرت تيجي لقدر الله في عين هنا ولا هنا ولا في يعني تعمل ازا كبير جدا لازم تطهير وقايا الانبوبة تمام قبل معمل عملية القطع دي التطم من الانبوبة دي او المصورة دي من جواها فاضية وانضيفة لازم تطهير الداخل او البوائي اللي هي داخل الانبوب الانبوبة الانبوبة دي بيبقى لون وبون يعني بيبقى تفرقة ده برضو نقطة مهمة جدا تفرقة ما بين الغازات المختلفة لانه ممكن جدا اجا لحم بنوع غاز مايبقاش مناسب للحاجة اللي بلحمها وبالتالي لابد ان انا ابقى عارف انا ايه عايز اكسوجيني بقى الانبوبة السودا لان طبعا معظم العمال يا جماعة اه انا معايا سرترفيكت ومؤهل وكل حاجة انما في منهم مش معلمين باسف يعني مش متعلمين بيعرفش يقرأ ويكتب بيعرفش مثلا يعني في منهم كده او معه مؤهل بسيط فادراكوا الاشياء قد يكون مش جيد فبالتالي تمييز بالالوان اي حد حتى الاطفال الصغيرين يقدروا يميزوا بالالوان فالتمييز بالالوان هنا مهم جدا يا جماعة لو عندي اكتر من طيب مايتحطش مستوي زي ما قلنا لازم يبقى تمام لانه بيحصل له تصرب بيحصل له ايه تصرب انما لو محطوطة الانبوبة في وضع رأسي مش هيحصل تصرب لانه خلاص مستوى الغاز هيبقى اقل من الفتحة بتاعة الانبوبة اللي واصل بيها لايه النوزل اللي انا بقى ارسحب منها الغاز ده وكيه فطبعا مهم جدا يبقى الوضع بتاعها ليس افقيا على الارض بعض المخاطر بقى النتيجة عن الارك ويلدنج فطبعا الالكتريك ارك ويلدنج ده دي دايرة كهربية لو انت لقدر لها حطيت ايدك في الارك انت دخلت في الدايرة بتالي يحصل على طول ايه يحصل صعق كهرابي على طول تمام ارك رادييشن اند انهليشن اختناق اند او هارمفول جازيز هيحصل بقى ايه استنشاق لهارمفول جازيز يعني دي من ضمن يعني المخاطر يعني عندنا كذا حاجة الارك رادييشن مبعثات اند انهليشن مشاكل في استنشاق غازات ضارة دي طبعا الممارسات او المخاطر اللي ممكن تحصل prolonged inhalation of excessive metal dust غبار المعادن يا جماعة لما بتقطع حديد بيطلع غبار للمعدن ده ليه لانك بتقطع فبيعني خلاص فبعني يعني بتفتفت الجزء الايه يعني في جزء بتفتفت فبالتالي بيطلع عنه غبار ممكن يبقى مؤذي جدا جدا ممكن يبقى ايه مؤذي جدا جدا فممكن يحصل لك استنشاق لفترات طويلة من غبار المعادن دوت كان كوز بقى بيطلع بيطلع يحدث ايه بقى damaged to the wilder lung tissue انسجة الرئة يحصل لها مشاكل كان فيه احصائية يا جماعة قردتها برضو مرة ان عمال المحاجر عمال المحاجر هم الاكثر تعرضا ل لان كانسر بايس لان يا جماعة استنشاق استنشاق الغبار بشكل عام يسيبك من غبار المعادن غبار المعادن برضو بيعمل مشاكل جامدة جدا فكانسر الرئة دول طبعا من اشد الحاجات اللي بتحصل لفئة كبيرة من العاملين اللي بيحصل لهم عمالية استنشاق سواء بقى الدست سواء بقى الغبار سواء غبار المعادن زي ما قلنا في العمالية اللحام المحاجر زي ما قلتلكم ودي كانت احصائية انا قررتها يعني انه دول اكثر الناس اصابة بهذا المرض يعني ربنا يعني يقين منه ومن شره جميعا ده كمان رادييشن مبعثات بقى بقى خدرك الارك ده بيطلع منه ضوق بيقزي العين جدا ممكن سبب عشان كده بقى لازم القناع الواقي اللي هو بيبقى جلاس بيحمي العين انا بقول لكم لما كنت عند في الورشة الحدادة دي لما بصيت على الشرار المتطير ده الواحد برضو عينه ايه وجعته فده مؤذي جدا للعين على فكرة يعني الشرار اللي هي لانه بيبقى فيها اشعة زي ما انتوا شايفين بيبقى فيها ممكن تأثر عليه رقم سبعة مهمة جدا زي ده اللي بأقول لكم عليه لازم تمام الجلافز طبعا والشوز المعزولة عشان لو فيه اي تسرق كهرابي ولا حكة لازم إضاءة قوية بقى شايف كويس لانه انا بلحم حديد في حديد بينبعث مبدئيا بلحم بنار الحديد بيسخن جدا لو لمست الحديد ده وهو سخني يعني لك يعني عزاكم الله يعني بيبقى حاجة يعني صعبة جدا طفيات حريق طفيات حريق طبعا لازم موجودة لانه احتماليات الحريق عالية جدا في ورش اللحام والفنتليتد دازم تهوية تبقى جيدة جدا جدا آخر حاجة يعني انه في الاماكن المختنقة او اللي هي مش متكيفة مش هنقول متكيفة لأ يعني المفهاج تهوية كويس بيحصل ايه جماعة الارك بيسحب الاكسوجين على فكرة بيعمل نقص سريع جدا في الاكسوجين اقولوك على حاجة ممارسة برضو من الممارسات الخاطئة جدا 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 تلاقي كتير منكو بيعمل بيه ناس يا جماعة بتنام في الشتاء في ظل وجود دفايات كهربائية حد عنده المعلومة دي ليه هي هذه الممارسة ممارسة خاطئة ها عندنا كتير مننا عندنا دفايات كهربائية صح ريسك الحريق يا دكتور طبعا ريسك الحريق ده ريسك عالي جدا مش بس كده التوهج ده كما بقى عندي ايلمنت أو يعني اللي هي اليونة نفسها بتاعة الدفاية الكهرباء دي بيحدث عنها توهج التوهج ده جماعة كده ان هو فيه توهج حاصل تمام؟ توهج ده بيمتص الأكسوجين بيقلل نسبة الأكسوجين فحتى اذا ما حصلش احتمالية تمام؟ فيه احتمالية للاختناق فيه احتمالية لضيق بالتنفس دي معلومة برضو مهمة قوي انه التوهج ده بتاع الأرك واحد اشكاله الدفايات الكهربية مش الدفايات اللي هي بالنار الدفايات الكهربية اللي هي منتشرة جدا في بيوتنا دلوقتي بتحدث امتصاص للأكسوجين بتقلل نسبة الأكسوجين في الجو تخيل بقى لو انت نايم كمان فوقضة وانت بقى بردان وساعا فقافل الشباك وقافل الباب وقافل 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 تمام؟ ومولع الدفاية الكهربية ده بيحدث ممكن يحدث اختماق وللأسف الشديد الشخص وهو نايم مش هيحس يعني الشخص وهو صاحب هيحس بديل فيبتدي يتصرف انه الشخص وهو نايم ممكن جدا ده يسبب له مشكلة فده نصيحة انه محدش ينام يا جماعة في ظل يعني ممكن تشغلها شوية قد ده في المكان لكن محدش ينام في ظل ايه تشغيل دفاية كهربية ده غير طبعا موضوع الحريق عندك حق فيه برضو ممكن ده يحدث بنسبة ما خلاص معلش يا جماعة انا طولت عليكم النهاردة يمكن الكلام والشرح اخدنا وانتو برضو بالبرزنتيشنز تعدكوا كده يعني ايه فتحتوا نفسي شوية فمعلش طولت عليكم النهاردة حد عنده يا جماعة اي سؤال كده في الموضوعات اللي اتكلمنا عليها فضل احمد ما تحتم دكتور انا من تيم فور وكنت عايز اعرف الموضوع اللي انا اختار منه عشان نفس الفكرة احنا عندها لحد لا تشوف احنا وصلنا لحد ايه وصلنا لحد تسعة اهو عندنا تسع مواضيع استبعد منها الالكتوريستي خلاص الالكتوريستي احنا اتكلمنا عليه تقدر تاخد اه وفيه طبعا اول موضوع كان جنرال سيفتي ده خلاص لا لا نتكلمش عليه هل انت عندك مواضيع من اتنين لتسعة استبعد منهم الالكتوريستي بقى عندك حقيق ست مواضيع او سبع مواضيع اختار واحد منهم خلاص وابتدي يجهز لنا بريزنتيشن كويسة كده على الموضوع ده او عايز حاجة بره خالص يعني خد بالك النهارة تيم تو اتكلم في الكار اكسدنس دي ما كانتش مطروحة في الموضوعات بتاعتنا لكن ما عنديش مشكلة اتعمل بريزنتيشن عليها كويسة جدا جدا وكانت ممتازة واستفدنا منه وكان ذلك الالكتريستي برضو بتاعت تيم رقم واحد كانت ممتازة جدا واستفدنا منه فعندك الموضوعات طبعا الموضوعات اللي احنا طرحنها دي في المحاضرات قريتي بتبقى عندك فيها يعني عندك معلومات اهو لكن لو عايز موضوع تاني خالص ما عنديش مانع فيش مشكلة خالص اتبالك منتظرين ان شاء الله تيم تلاتة وتيم اربعة هيبلغونا بكرة ولا حاجة كل تيم منهم اصطار ايه وعلى مدار الاسبوع بقى عندك فرصة بقى انك انت تجمع معلوماتك و تورين ان شاء الله البرزنتيشن المارك جاية تكون كويسة كده برضو زي ما شوفنا النهاردة خلاص ايه تاني دكتور هو المفروض دكتور مدة البرزنتيشن انا حاول اطول فيها او لا اشتركوا في القناة